قالت وكالة رويترز أن سفينة الحويات الضخمة العالقة في قناة السويس التي بدأت تعويمها صباح الاثنين انحرفت وأصبحت بعرض القناة مرة أخرى بفعل الرياح الشديدة قبل المحاولة التالية لتحريكها كانت هيئة قناة السويس أعلنت صباح اليوم عن بدء أعمال تعويم السفينة وشهدت قاطرات وهي تجري مناورات حول السفينة وكان بعضها يحاول جرها بالحبال ويدفع المياه وراءها ظهر اليوم ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا مباشرة عبدالباصط هادي مراسل المملكة من قناة السويس أهلا بك عبدالباصط آخر المستجدات المتعلقة بأفر جيفن أريج سفينة أفر جيفن خلفي مباشرة هي تتحرك الآن لا أساس للصحة من الخبر الذي أزاعته رويترز من أن سفينة قد رجعت إلى مكانها القديم السفينة نحن في هذه اللحظة التي تحدث إليك فيها هنا تتحرك السفينة متخزة مصارها الصحيح وانتهاء الأزمة بشكل كبير سوف أترك الكاميرا تتحرك ناحية السفينة حتى تشاهدوا معي كيف تتحرك السفينة وعملية خروجها بشكل ناجح من المنطقة التي كانت فيها السفينة التي أمامنا هي إفر جيفن التي تحمل مئتين واربعة وعشرين طنا من الحاجيات أكثر من ثمانية عشر ألف وثلاثمائة حاوية على متن هذه السفينة سدت القناة من منذ يوم الثلاثاء الماضي هي الآن تحركت البوارق ربما تشاهدين السفينة هي تتحرك المشاهدون معي يشاهدون السفينة إفر جيفن تتحرك وانتهاء الأزمة مباشرة هذه اللحظة أبواق القاطرات التي خلفها أبواق القاطرات خلف أريج تصدر صيحات الفرح بانتهاء هذه الأزمة ربما تسمعينه يعني يسمع معي المشاهدون الأبواق التي تطلقها القاطرات التي نجحت في تحريك هذه السفينة هكذا تكون قد هذه الأزمة قد انتهت التي بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي وعطلت الملاحة الدولية وعطلت واحد من أهم المجرى الملاحي واحدة من أهم طرق الملاحة في العالم طيب عبد البسط يعني مسألة الرياح الشديدة بسبب هذا التفوق طيب مسألة الرياح الشديدة التي ذكرتها روترز في أخبارها يعني ونحن نشاهد من أمامك لكن لماذا كان الخبر يقول بأنها عادت إلى عرض القناة مرة أخرى ولم تتم عملية التعويم هل يعني في فترة صباح اليوم في الصباح الباكر مثلا كان هناك بعض الأنباء المتعلقة بعدم تعويمها أو عودتها إلى مسار عرض القناة أريج أريج السفينة حينما تم تحريكها تم تحريكها في نطاط مئة متر من مؤخرة السفينة وربما يعني في السابق كانت تتحرك طيب لو تسمح لنا عبد البسط أن نبقى قليلا مع الصور ونحن نشاهد السفينة تتحرك الباخرة تتحرك ونريد أن نسمع بعض الأصوات من خلفك أصوات الأبواق من البواخر الأخرى احتفالا بتحريكها تقدر تيجي كده تتحرك كده إذن هذه المشاهد مباشرة من قناة السويس مراسل المملكة من هناك مباشرة وتابعنا قبل قليل مسألة تعويم الباخرة العملاقة التي كانت علقة لعدة أيام في قناة السويس عرضا وعلى ما يبدو بأن الأزمة انتهت والآن نشاهد مرور بعض السفن ونريد أن نسمع أن نبقى قليلا مع الصوت طيب إذن مستمرون في هذا النقل المباشر من قناة السويس وتحريك السفينة والباخرة العملاقة من قناة السويس عبد الباصط كنت قد سألتك قبل قليل عن مسألة الرياح وسرعة الرياح إلى أي مدى كان لها دور لربما في تأخير تعويم الباخرة أريج دعيني أقول أن عملية ما تم نشره من خلال رويترز كان نقلا عن شهود عيان أي أن شخصا ما رأى بعينه هذه الحركة أما التفسير العلمي لهذه الحركة والذي حدث بالضبط هو أن السفينة حينما تمت عملية محاولة تعويمها كان لابد من الحفر من مقدمة السفينة ومن خلفها تم الحفر لمدة بالاتساع مئة متر تقريبا هذه المسافة تتحرك فيها السفينة حينما يحدث عملية المد يمينا ويسارا ما حدث أنه في الصباح وحينما شهد شهود العيان رأوا السفينة تحركت في إطار المئة متر هذه في مؤخرة السفينة فاعتقدوا أنها قد تم تأخيرها أو بمعنى دققت قد تمت رجعت إلى وضعها الطبيعي أو الوضع القديم لكن حينما نتحدث في هذه اللحظة نحن نقول أن المئة متر هذه كانت رجعت تقريبا حينما رأيناها بأعيننا وأحد المصادر للمملكة قالت أن التحرك كان في مسافة أربعين متر يمينا ويسارا لذلك مرأ السفينة اعتقد أنها رجعت إلى مصارها القديم ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق السفينة كانت مجرد مناورة من القاطرات التي تجرها يمينا ويسارا نحن الآن كما تشاهدين خلفي قد انتهت هذه الأزمة بسلام الحمد لله وقد قامت القاطرات بالضبط لكن ماذا يتبقى؟ يتبقى أن تأخذ هذه السفينة إلى منطقة البحيرات المرة من أجل الكشف عليها ومعاينتها وأيضا تحديد مدى سلامتها وإن كان المصادر المملكة تؤكد أنها السفينة سليمة تماما لا أثر لتسرب منها أو حتى خدوش في السفينة جراء الاستضام لكن لا تؤثر بشكل كبير على ملاحتها مرة أخرى لكن هذا إجراء طبيعي من أجل سلامة السفينة إيفرغيفين وأيضا سلامة المرور فيما بعد ذلك فسوف يتم أخذها في منطقة التوقف السفن في منطقة البحيرات المرة من أجل فحصها تماما فنيا وأيضا الحديث وأيضا معرفة الصندوق الأسود والمكالمات حتى يتم الوقوف على ملابسات هذا الحادث كيف حدثا ولماذا حدثا هذا سوف توضح التحقيقات التي سوف تبدأ على الفور بمجرد أخذ السفينة الآن القاطرات التي خلف هناك قاطرات في الأمام تمت جر السفينة إلى منطقة البحيرات المرة وأيضا عمل محركات السفينة نفسها إيفرغيفين ساعد على هذه العملية دخول أكثر من عشر قاطرات في هذه العملية أثر بشكل كبير وأيضا كما نقول أن عملية المد التي انتظرها المسؤولون هنا والعاملون على هذه العملية هي بالتحديد كانت العنصر الأهم في هذه العملية نظرا لأن المد ارتفاع الأمواق هم حفروا كانت المسألة في الصباح كنا نتحدث عن عملية اللجوء إلى السيناريو الثالث وهو إفراغ الحمولة لكن السلطات المصرية جعلت هذا الأمر بعيدا تماما أو جعلته آخر الخيارات لأنه مكلف وشاق وأيضا يأخذ وقتا طويلا هذه السفينة تم التعامل معها من خلال عملية التكريك وهي حفر أمام مقدمة السفينة في الشاطئ نظرا لأن العمق يتراوح بين مترين وأربعة أمتار أما العمق الأساسي في قناة السويس فهو أربعة وعشرون مترا وفي بعض الأحيان إثنين وعشرين مترا للغاطس الأسفل السفينة حتى تستطيع التحرك لذلك كان يجب أن يتم الحفر وفي الفعل تم الحفر إزالة في البداية الأحجار والرمال من مقدمة السفينة ومؤخرتها ثم بعد ذلك الحفر تحت مقدمة السفينة وخلفها بما مقداره ثمانية عشر مترا حتى تستطيع هذه السفينة التحرك ودخول المياه تحتها عملية المد ساعدت حينما يأتي المد ارتفع تقريبا مترين ساعد بشكل كبير حينما حدثت إزاحة للسفينة وخلخلة من منطقة الأمام والخلف في الصخور والرمال هذه العملية ساعدت بشكل كبير على تحرير السفينة التي كانت محتجزة في هذه المنطقة بفعل جنوحها ووقفت وأغلقت الممر الملاحي ويعني جعلت ما خلفها وما أمامها متوقف تماما لهذه الأيام إذن مراسل المملكة عبد الباصط الهادي من قناة السويس مباشرة شكرا جزيلا لك مشاهدين إذن انتهت أزمة السفينة الباخرة العملاقة العالقة في عرض قناة السويس والأبواق الخارجة من السفن المجاورة أعلنت انتهاء هذه الأزمة ترجمة نانسي قنقر